أحذر ناشطون في الحكومة من إحالة هذه المنطقة للاستثمار الناشطون بيّنوا أنه بعد الاستيلاء على المزيد من عقارات الدولة بينها قصور وفلا للنظام السابق جاء بيعها لشغليها السياسيين أو للاستثمار فيها بطريقة عشوائية ومريبة تذهب إلى صناديق اقتصادية مرتبطة بأحزاب سياسية نافذة وأشاروا إلى أن الأمر بات خطيرا إلى درجة التحرك على أهم عقارات الدولة ومنحه لاستثمار غامض جدا وهو موقع الشعب الخامسة الذي يعد من أغلى العقارات في بغداد إن لم يكن أغلاها على الإطلاق وأوضحوا أن هذه المنطقة سوف تكون مربحة لأي مستثمر مهما كان استثمارها لسيما أن الأمر لم يبدأ الآن فقد سبقته محاولات أخرى لمستثمرين مرتبطين بجهات سياسية استغلوا مشروع كورنيش الكاظمية القريب من الموقع